أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي شنتها المليشة الحوثية التابعة لإيران على الاقتصاد الوطني وستضطر لمراجعة القطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ لمصلحة ومقدرات الشعب اليمني وأوضح معمر الإرياني بتصريح لوسائل الإعلام من الحكومة قدمت خلال مرحلتين الهدنة الأممية والهدنة غير المعلنة تنازلات عدة للدفاع بمسار التهيئة والحل السلمي للأزمة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين وأشار الإرياني إن المليشة الحوثية شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية بمواني محافظتي حضر موتى وشبوى بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإرادات الدولة والموازنة العامة والحلولة دون قدرة الحكومة الشرحية على الوفاة بالتزاماتها كما منع الدخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها واستبدالها بالغاز المجاني القادم من إيران عبر ميناء الحديدة وأضاف الإيراني إن المليشة الحوثية الإرهابية منعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها وقامت باقتحام مقر الغرفة التجارية أو الصناعية بالعاصمة المفتطفة صنعاء وفرضت قيادة جديدة موالية لها في مقالفة قانونية للوايح المنظمة لذلك وطالب الوزير الإيراني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتها في الضغط على الميليشة الحوثية لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تهدف بنسف فرص وجهود التهديئة وإحلال السلام وجر الأوضاع في البلاد لمزيد من التعقيد ترجمة نانسي قنقر